السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج القورة والفلوس الحقيقة النهاردة منبارح أيام سعيدة جدا للقورة المصرية لكن لسه هتكمل بإذن الله منذ قريب انتهت نظرات الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي الزمالك رايح عنده هدف بتشيكوا واخد لعيبة الزمالك ورايحين عندهم هدفين الهدف الأول هنفوز بالمباراة الهدف الثاني نتعادل إما بنتيجة إيجابية أو نتيجة سلبية الحقيقة الزمالك كان يعني ايه على قدر من الماسئولية وكانوا رجالة في الملعب صحيح آخر نص الشوت الثاني في المباراة ضغط الرجاء بكل كوة على أمل آآ انه يسجل هدف ويتعادل لكن الزمالك كانوا آآ يعني رجالة في الملعب آآ في تركيز في سكة دفاع لعيبة الزمالك كانوا على قدر الماسئولية أبو جبل نجم المباراة الأول يعني أداء ولا أروع ولا أحلى من كال من الآخر باتشيكو قدر بنجوم الزمالك أنه هو يحقق الهدف المطلوب الزمالك يفوز بهدف نظيف على الرجاء البيضاوي المدربي كرة تلعب طويلة على الجانب الأيمن من أحمد عيد لزيزو وزيزو يعمل كرة عرضية يعني أقول إيه بالمقاس بين شرقي كان عند الموعد وعند الكلمة وعند الصقة ورأسية في الشباك هدها يا حارس الرجاء واحد صفر للزمالك الزمالك يضع قدمه في المباراة النهائية ولكن ولكن ليه بقول لكن لازم ناخد بالنا قوي وهفكركم بحاجة مهمة جدا المباراة الزهاد هو شوت أول انتهى وباقي شوت تاني هيتلاعب في القاهرة يوم الجمعة الجاي يوم السبت الجاي ان شاء الله فلسه المباراة لم تنتهي رسميا الزمالك لم يصعد وفي حاجة عايزين ناخدها عزة هفكركم في 2005 الزمالك لاعب الرجاء في دور 16 البطولة العربية وكسب في المغرب 2-0 خلاص احنا كده سعدنا جينا القاهرة الرجاء عمل منتادة وكسب 3-0 وطلع الزمالك من البطولة العربية وكساعتها كان بطولة كوية جدا فعايزين ناخد من دي عبرة وعزة لسه شوت الزمالك لازم يرجع ينسى بقى ويقفل على الشروط الأولاني ده ويرجع هنا يستعدي للشروط التاني وينزل يركز لان فريق الرجاء فريق قوي عنده المرتدات سريعة جدا وبينقل القرى بسرعة من الدفاع الى الهجوم وعنده العرضيات خطيرة جدا جدا وعمما القرى المغربية والتونسية والجزالية شمال افريقيا بيتميزوا جدا بالكورة العرضية فالزمالك وباتشيكو ولعيبة الزمالك عليهم ان يغلقوا هذه الصفحة وهذا الشروط ويبدأوا يستعدوا للشروط التاني في القاهرة عشان ان شاء الله مع صفرة الحكم بانتهاء مباراة العودة الزمالك في المباراة النهائية لدولي افريقا الزمالك يعني على اعتاب انجاز اخر مرة الزمالك فاز بالبطورة كان في 2002 وعامين مع الرجال يعني كان برض الرجال تعادل 0-0 في المغرب ثم في القاهرة فاز 1-0 يعني بشرة وبشاير حلوة لنادي الزمالك نروح بقى امين بالاحد الاهل المبارح ما كانش بيلعب كرة الاهل المبارح ما كانش بيلعب كرة الاهل المبارح كان بيعزف سمفونية الماسترو المسيماني كده كان قاعد بيلحن والاهل ولعبت الاهل بيبدعوا داخل الملعب اي حد تفرق عن المباراة يعني بمجرد صفرة الحكم كان انا قاعد على الكافي مع اصحابي وناس كلها اللي قاعد على الكافي بمجرد ما الحكم صفر كل دي الناس سقفت سقفت ليه؟ سقفت اني لقت في رجالة في الملعب في عزيمة في اصلار في تركيز في سقة الاهل فرض نفسه تماما على المقرار استحواز ولا احلى ولا اجمل ولا اربع من كده الوداد ما كانش موجود حتى الهجمات اللي الوداد عملها يعني في الشوط الاولاني كان فيه المهاجم جونيور رقم 23 هجمعا تلية كده وتزديدة بالشمال اي كلام هجمعا تلية لكن الاهل اضاع فرص كتير الشوط التاني ايضا الوداد مش موجود غير بضربة الجزاء اللي عليها كلام وانا طبعا تبعت التحليلات كلها مبارح فكل الحكام المصريين بيقولوا انه ضربة الجزاء غير صحيحة انا معرفش انا مش حكم لكن ضربة الجزاء دي انا يعني انا دايما بميلي الحكم شوي حكم اه احتسابها اه على طول ببشرطا ولجأ للبار وبعد ما شافها اكتر من الزاوية اخد القرار ويصمم انها ضربة الجزاء الكورة راحة جاية انا بصراحة مش عارف يعني هي 50% ممكن تتحسب و50% ما تتحسبش لما تشوفها من الزاوية الامامية ما فياش حاجة خاص ما فياش حاجة تحس من المهاجم اللي هو جونيور هو اللي رمى نفسه على محمد الشيناوي لما تشوفها من الزاوية الخلفية تحسل ان محمد الشيناوي داخل بقدمه شايل جونيور مهاجم الالأرودات من الاخر احتسبت ومحمد الشيناوي نجم المباراة هو مش نجم يعني مش عادة يقول نجم المباراة لان كل الفريق كان يكون افشة كان نجم محمد الشيناوي نجم السورية كان نجم كل لعيبءще بداية كده من محمد الشيناوي وقدام منه في قلب الدفاع ياسر ابراهيم وعلى الشمال علي معلول على الشمال علي معلول يعني في الوسط السورية وجنب منه وديانج واغايع الشمال وعلى يمين حسن الشاحات وقدام في الهجوم كان افشة وراس حربة صريح كان مروان محسن تشكيل نزل بي موسيماني طبعا محمد هاني كان بيلعب من البداية على حساب احمد فتحي حتى الناس كلها ليه احمد فتحي ملعبش ليه وليس سلمان ملعبش يا جماعة المدرب هو اكتر واحد فاهم وعارف لعبته مين اللي يقدر ينزل للمباراة ديان ومين اللي تركيزه عالي ومين اللي عنده ظروف ومين اللي مش جاهز هو المدرب مش احنا احنا مش عايشين معهم في الفندق احنا مش عايشين معهم في الكواليس فهنسماني نزل بتشكيل كان رائع كراءة المباراة رائعة واضح كمان انهم ذكر الوداد قوي نازل من بداية المباراة ضغط 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 وهوب افشة في الديئة التالتة يخطف كورة وهدف يعني ويبش بقى كده يعني ممكن الاهل يسجل هدف ويرجع يدافع بقى لا ده الاهل يفضل ويسيطر على المباراة تسعين دقيقة حتى صفيرة النه يعني حتى لما الحكم صفر كان الاهل يمسك كورة وكان هو اللي طهرت الوداد مش موجود اطلاقة مش موجود كورة قلتوكو عليها اللي هجمل عن تلالي في الشروط الاولاني ضربت الجزاء في الشروط التاني وبتقلق محمد الشناوي وببراعة يصدها اهل كان يعني هقول ايه يعني حتى موسيماني في تبديلاته موسيماني من روعته من تقلقه من خبرته شوف التبديلات كان بيعمل ايه ديانج في الشروط الاولاني كان وقت انزاله مع بداية الشروط التاني طلع ديانج ونزل حمد فتح ليه لان لو ساب ديانج معرض ان هو ياخد نزارتين في الشروط وياخد كارتة احمر ويطلع من المباراة وفي الحالة دي هتبقى مشكلة كبيرة لو في طرد يعني ممكن المباراة كلها تتقلب وكل اللي الاهل عمله يبوس فالراجل ماستناش طلع ديانج ونزل حمد فتح طيب بعدها بشوية مروان محسن شطط عمل مجبود رايح جاي وارهق دفاع الوداد يعمل ايه راح منزل جرارد نزله فين نزله مكان مروان محسن مهاجب لأ نزله مكان حسين الشحات وين جي مين واخد حسين الشحات قال له تعالى انت بقى اللي بتلعب ونجي شمال انزل انت رأس حربها شايفين التكتيج داخل الملعب التكتيج ده ما كناش بنشوفه اللي ايام من وشو زين من وشو زين لو تفتكروا معايا كده براكات واحمد فتح تبص تلاقي براكات شوية شمال شوية في الوسط شوية في اليمين هب براكات جنب ابوتريكا ومسلس الرعب اللي لو تفتكروا كده كان ابوتريكا وبراكات وقدام منهم عمد متعب احمد فتح شوية شمال شوية يمين شوية وسط كنا بنشوف التبديلات داخل الملعب دي بخلاف التبديلات من خارج الملعب موسيماني موسيماني نجح في انه يعملها امبارها حتى في تغيير احمد الشيخ احمد الشيخ لما نزل امبارها هلنزله شمال في الوينج الشمال لا اخر طلع جاب جراردو اول اول طلع حسين الشحات اللي بيلعب شمال مكان اجاي ونزل احمد الشيخ ونجي مين لان احمد الشيخ عنده مروع وعنده مهارة بيقدر يختارك ويدخل على جوه الملعب وبالشمال ويسجد في المرمى فواضح ان الراجل مذاكر جدا 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 وخذ جراردو وده في الشمال من اخر موسيماني رجل المباراة الاول دي كله لكفاءة وقت دور لعب الاهلي فريق الاهلي امتياز مع مرتبة الشرف سمالك وضع قدما في المباراة النهائية بينما الاهلي وضع قدمين في المباراة النهائية ولكن تاني برضو بقول ولكن الكورة يعني ما تعرفش المستحيل فيش حاجة اسمها مستحيل في الكورة الكورة وارثة كل شيء كمان المباراة بدون جمعية يعني مفيش جمهور هناك ولا في جمهور هنا يعني الكفة متساوية مفيش افضلية حتى لصاحب الارض فالاهلي والزمالك عليهم ان يغلقوا مباراة الزهاب اللي هو بنعتبر الشوت الاول ويبدأوا استعداد والتجهيز والتحضير للشوت التاني في الكاهرة هنروح هروح بس قبل ما هروح للرسالة عايز افكركم الاول بالمسابقة كان سؤال الحلقة اللي فاتت معنا من هو المدير الفني الذي قاد منتخب مصر للفوز بالثلاث بطولات متتالية في امم افريقيا طبعا معلم حسن شحاتة الاستورة محمود الاستورة حسن شحاتة مين معي يا جماعة الاستاذ عبد الناصر الزهيري الكاتب الصحفي الكبير الاخ والاستاذ والقب والمعلم وكل حاجة حلوة ممكن اقولها في حق الاستاذ عبد الناصر سيد عبد الناصر الزهيري عايز اقولك في البداية الحمد لله على السلامة وحشتنا جدا 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 نورت بيتك نورت شبراء كلها نورت مصر كلها حضرتك بالنسبان مش مجرد استاذ ورئيس تحرير لا حضرتك اب لنا جميعا واخ لنا جميعا فانا حبيت في الاول اقولك حمد لله على السلامة وبعد كده اخد رأيك بقى في مرش الزمالك بما انك بقى زمالكاو جدير وبتحليلاتك الرائعة هسمعها منك حبيب يا سيد علاء اولا ببارك لك على البرنامج الجميل وانا اسمعت عنك سمع خير وان شاء الله ربنا وفاقك دايما واهلا بكم كل ما شاهدينك على شاشة الصحة والجمال سمعنا يا سيد علاء فانا بحييك على البرنامج الجميل وبحييك على المقدمة الرئيعة اللي انت ولتها وانت صاحب كبير وشاطر ومتخصص في الرياضة فاعتقد ان انت ان شاء الله الحقيقة مجاح اكبر من انت ايه من اللي احنا شايفينه دلوقتي وان شاء الله ربنا هيوفاك على واتعمل حاجة كبيرة بإذن الله شهادة شهادة اعتز فيها حبيبي ربنا يكرمك ربنا يكرمك عليها وموفق دايما يا رب وان شاء الله نشوفك كده ايه مش برنامج واحد بس لا برنامجين وثلاثة على نفس القناة حبيبي اصلا انا سيكورك جدا بالنسبة بقى للماطش بقى قول لي بقى كده ماشي الاهل والزمالك رأيك ماشي الزمالك والرجاء رأيك فيه ايه لا هو صراحة زمالك خالي الدفع عام الماطش مبارح يعني احنا لو تفرجنا على مبارح مبارحة الاهل والوداد المغربي هنشوف ان الاهل عمل اداء رائع اداء جميل اداء بيشرف الكرة المصرية وانا في صفة زمالكا وكنت بشجع الاهل الانبارح لان ده واجب وطني علينا كلنا ان احنا نشجع فرقنا اللي بتواجه اي فرقة في افريقيا سواء بقى فرقة عربية او فرقة افريقية ابن بلدنا اولى بتشجيعنا فانا كنت بشجع الاهل الانبارح لان عارف ان ده التشريف لقرأ المصرية الاداء اللي عملوا الاهل كان اداء رائع جدا مستوى فني وبدني عالي جدا تحتقالة مدرب محترم جدا المدرب جنوب افريقيا مسلماني واعتقد ان اللي حصل الانبارح كان دفع قوية النادي الزمالك عشان يحقق انتصار النهاردة فانا شايف ان المصر اللي حققه الزمالك النهاردة كان السبب اساسي به هو فوز الاهل الانبارح على الولاد المغريكي الماتش الوجاء انا شايف ان هو كان ماتش صعب جدا الزمالك قدر يعمل نتيجة محترمة تشرف القرى المصرية وتقول ان القرى المصرية فعلا هي سهلة القرى في افريقيا احنا ده مستوانا الحقيقي الاهل والزمالك هم اعصم فريتين في القرى الافريقية النتائج بتقول كده والتاريخ بيقول كده والمستوى اللي في الملعب كمان بيقول كده وبيأكد على ده فالنتيجة دي النتيجة كويسة جدا هتريح الزمالك في ماتش العودة اه ونتمنى ان نشوف نهائي مصر خالص على ارض مصرية والله ازعب ناصر حضرتك سبقتني واتكلمت على الجزئية الحلوة اللي انا لسه هقولها كمان شوية في الرسالة اللي احنا كلنا مصريين ونشجع لندنا مصري وحضرتك زمالكاوي وكنت بتشجع القالم بيالها لا طبعا ده هي ما هو ده المفروض احنا النهاردة لما بتلاقي فرقة مصرية بتلاعب فريق اه من خارج مصر احنا لازم ان نتخلي عن التعصب شوية ونفكر بشكل وطني ومحترم ان احنا نشجع فرقة بلدنا لان التعصب بيجي من ايه ان انت بتكره الفريق اللي بي نفسك ده ما ينفعش احنا القرى في الاول وفي الاخر مكسب وايه واخسارة وفي روح الرياضية لازم نقول لنا نتحلى بيها فالروح الرياضية بتقول ان انا اشجع فريق بلدي ضد اي منافس من خارج بلدي لكن لما في دور مصري مش مشكلة يا سيدي نحفل على بعض ونقول للاهل او السنالك كل واحد يتعصب بس في اطار الروح الرياضية لكن خارج اطار التعصب لان التعصب بيعمل مشاكل كدير واسائل بسمعة القرى المصرية وكان شكلها مش كويس قدام العالم كله اتمنى اللي حصل في البارح والنهاردة يقول لي ان القرى المصرية على الطريق الصحيح للفرق المصرية هي فعلا سهلة الفرق الافريقية سواء اهل زمالي ان شاء الله بيرامتز ياخد ان شاء الله ياخد البطولة فان شاء الله بيزني بطولة مصرية خالصة سواء اهل أو زمالي انا بصفة الزمالكاوي انا مش مهمة بنكسب البطولة مهمة بنكسب البلدي وعلى ارض بلدي نهائي بين اهل وزمالك اللي يكسب الاخر اللي ربنا هيوفعه بازن الله انا هبدعوك بقى وزعد ناصر بعد اذنك تسبع الرسالة اللي انا هقولها كمان شوية عشان انت سبقتني في موضوع الاهل والزمالك والوطنية وبدعوك ان شاء الله تكون معي في الحلقة اللي جاية بازن الله تعالى تسرطني واتنورنا ان شاء الله انا عندي باشي سوايا بظروف كده والتزامات عشان خاطر الفترة الغابة الطويلة دي بإذن الله تعالى وان شاء الله هكون معجبز اللي على بعد يزوعين كده بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله نتشرف وتنور اي مكان وحمد الله على السلامتك واشكرك جدا جدا على المداخلة تسلم تسلم عليكم على السلام هنروح هنروح للرسالة سواء بناصر سبقني بصراحة يعني هو خطت مني عارف انت اللي بيخطف منك الكرة كده او هو كده خطفت مني انا الرسالة بتاعت النهاردة انا موجهها لجمير الاهل والزمالة من قبل ما اعرف نتيجة النهاردة ونتيجة امبارح انا عدت كده انا وحسام العسال زميلي في الاعداد اللي انا بشكره جدا على موجوده معايا وفريد الصنباطي وعليش حياته وكل الزملاء عادنا نفكر ايه الرسالة اللي ممكن نوجهها خلال الحلقة الجاي كان التفكير كلنا اجمعنا على انها تكون لجمير المصري الاهلي بيلعب باسم مصر في افريقيا والزمالك بيلعب باسم مصر افريقيا وعلى فكرة كمان لا فيه حاجة حناسينا بيراميدز عنده ماتش بعد بكرة محورية الغيني في الدور قبل النهائي في الكونفدرالية وبرضو بيلعب باسم مصر فاحنا كلنا هنبقى كلنا خلف الاندين المصري اي فريق هيحقق اي انجاز اي انجاز هيحسب للكرة المصرية احنا بقى لما نصعد في النهائي والاهل والزمالك اللعبوا مع بعض خلاص بقى نعزب بعض على العشوة نتراهن على غدوة على بيبسي نرجع للحاجة الحلوة اللي كانت عندنا زمين اللي المشهد او الثقافة اللي بيحاول يصدرها البعض بزيادة التعصم وإصارة الفتنة واللي يقولك ايه بقى الاهل لو لعب قدام وفريق اسرائيل هشجع لفريق اسرائيلي يا ساتر ده الزمالك لو لعب قدام فريق اسرائيل هشجع فريق اسرائيلي يا راجل عيب عليك ده اللي بيقول ده جمين ده اعلامي ده نجم سواء اهلوة والزمالكاوي اللي عايز يركب الترينت ويحط بسط واللي عايز يركب الموجة في الاعلام يقولك انا شجع لفريق اسرائيلي والله عيب عيب لما اسمع كده من اعلاميين ومن نجوم كبار اللعبوا في الاهل ولعبوا في الزمالك واحنا مش هنسمح بكده انا واحد من الناس مش هسمح بكده احنا ضد التعصب وضد الفتنة وضد قصيرة الجامعية لان حضرتك مش وقت بالك انت عملت تشحن في كراهية تما تخيل حضرتك ان فيه اهلوية وزميلة كافة كل بيتك انا عندي بنتي زمالكوية صويرة رودي اللي يعرف رودي وعندي الميدان زمالكوية نقض نهزر ونتحك ونتفرج على الماتش ونتراهن ولاق عزومة لاق كزا كل بيت كده افتكروا ورجعوا لزمان كده لما كده بروح لستاد القاهرة او بروح لستاد نتفرج على الماتش الاسرة ماشية الاب والام ومعهم الولد والبنت الاسرة الواحدة عشان اعلام الاهل والزمالك ويروح يتفرجوا على المباراة كأنه كرنفال عيد روحين يتفرجوا على الفيلم سينيما وينبسطوا ويرجعوا تاني ايه اللي حصل ايه اللي حصل عشان نوصل للمرحلة التعصب اللي احنا فيها دي لا مش هنسمح بكده مش هنسمح ان بعض اللي بنقول عليه من نجوم الكرة يصدروننا مشاهد وثقافة مش من عندنا كلنا خلف الاندر مصري كلنا هنشجع الاهل كلنا هنشجع الزمالك وهنشجع برامدز واي انجاز واي فريق هيكسب كلنا هنسقف ليه؟ لانه بيرفع على المصر لانه في الاخر بتقول الاهلي المصري الزمالك المصري برامدز المصري اي ثقافة اخرى غير كده لا مرفوضة تماما تماما عشان كده نقول لجمهير الاهلي والزمالك وامير مصر كلها عايزين نرجع للروح الحلوة عايزين نرجع للتشجيع الحلو عايزين نرجع للفكاهة ونرجع بقى للقعدة الحلوة ونجيب اللب ونتراهن على الغدوة والعشوة مش دي؟ مش دي الحاجة اللي كانت عندنا؟ مش ده الجو الحلو اللي احنا كنا عايشين فيه؟ جريت نرجع له تاني اهداء بسيط من الكرة والفلوس تفكر جمهير الكرة المصرية الاهلي والزمالك بحاجات بسيطة كده جميلة عشناها كلنا رجعنا لكم وعايز افكركم في البداية بالمسابقة مسابقتنا كان السؤال في الحلقة اللي فاتت من هو المدير الفني الذي قاد منتخب مصر للفوز بثلاث بطولات متتالية في أمم إفريقيا قلنا طبعا ان هو الأسطورة المعلم حسن شحات الحقيقة كلمة الأسطورة انا ما بقولاش اي حد ليه ما بقولاش اي حد لان الأسطورة لما اقول الخطيب أسطورة هقول حسن شحاتها أسطورة هقول حازم إمام أسطورة هقول في أسطور كده لازم تقف قدامها ليه لان هو قدوة ونموذة داخل الملعب وخارج الملعب فالكابتل حسن شحاتها قعد هزي الأسطور اللي عمل إنجاز غير مسبوك في كرة أفريقيا تلت بطولات متتالية 2006 2008 2010 لم تتحقق في كرة أفريقيا من قبل مش بس كده ده بالأداء وبالمستوى اللي كلنا لحد النهاردة بنقول فين فين منتخب مصر من الأداء بتاع حسن شحاتها والكابتن الجهري رحمة الله عليه طبعا كوبر الله يسهل له يعني كرهنا في الكرة ده كان سؤال الحلقة اللي فاتت وهنختار الفائز معانا عن السؤال ده النهاردة إن شاء الله سؤال الحلقة الجديدة من هو أول نادي مصري يفوز ببطولة دوري لأبطال أفريقيا بطولة دوري أبطال أفريقيا النادي مش هو مش آله ولا زمارك وأسهلها شوية كانت سنة الف وتسعمية تسعة وستين والمباراة لعبت في استاد القاهرة النهائي تلعب في استاد القاهرة وسط حضور مية وعشرين الف متفرج الناس ترجع كده للذاكرة هو نادي كلنا بيحبه أهلوية زماركوية التحالية مصروية كلنا بالنعشة النادي ده فنادي دي تاريخ وتاريخ عظيم ومشرف ويا ما طلع نجوم كرة نجوم مش عايز عد أسماء لكن في الفترة الأخيرة بصراحة كلنا زعلين علي أنا واحد مننا زعلين علي جدا وجوده في الدور أن ينافس أو يصارع على الهبوط كان شيء محسن جدا 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 مش ده الفريق اللي دايما بينافس الأهل والزماركوية مش ده الفريق اللي دايما كلنا بنستنى القمة التانية يعني عندنا الأهل والزمارك قمة برضو عندنا مبارات تانية دي قمة سؤال سهل وأفتيكر أنت كلكم عارفتها عايز أشكر محلات بيت الرياضة العالمي بالعبور على العاية المسابقة أشكرهم لأن هم يعني بيرعوا المسابقة وإن شاء الله خلال الفترة اللي جاية هنحاول نطور المسابقة ويبقى عندي أكتر من فئس مش فئس واحد عشان ندي فرصة أكتر للناس كلها تكسب معنا ياريت تشاركوا معنا وتدخلوا على صفحة القورة والفلوس وتجاوبوا عشان تكسبوا معنا تشارك اللي انت عايزه بقى تشارك أهلي زي مالك منتخب مصر النجميل المحبوب محمد صراح اللي انت عايزه موجود بالمناسبة برضو عايز أشكر تاني كل الشكر لأستاذ عبد العالم مصنع مصر رؤى للملابس الجاهزة والرياضية بيلعبون بصراحة لازم أواجه له كل الشكر وأيضا مهندس أشرف للشركة المتحدة الألمانيون رعايتهم ومسندتهم للبرنامج يعني موسيقاتهم في البرنامج وفي شخصي شيء يعني عزيز عليها جدا جدا فأنا بشكرهم وإن شاء الله القادم هيبقى أفضل وأفضل بتعمهم ومسندتهم وبرعيتهم للبرنامج عايز أروح بقى لحاجة كده يعني إيه الحلقة اللي فاتت كنت عايز أتكلم عليها الحلقة اللي قبلها كنت عايز أتكلم عليها بس الوقت دايما كان بيأخذنا فالحلقة دي بقى هي جات في توقيتها يعني سبحان الله الحلقة دي هاخدها معي معايا مقال استفزيني جدا من عشر من خمشار يوم كده أو من أكتر شوي المقال بيقول إيه يا ريت يا حسام فطلع لي كده المقال على الشاشة بيقول إيه بقى تمخض الإداري الفاشل محمود الخطيب فجاء الجنوب أفريقي موسيمين يا حسام يا ريت طلع لنا المقال على الشاشة قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين تمخض الإداري الفاشل محمود الخطيب فجاء الجنوب أفريقي موسيمين الكاتب الصحفي الكبير أسامة خل أستاذ أسامة حضرك أستاذنا وعلى المستوى الشخصي أنا بحترمك جدا جدا لكن أنا بختلف معاك تماما في هذا المقال وفي هذا العلوية صراحة عندي عدة أسئلة لحضرتك يعني أول سؤال إزاي حضرتك تحكم على كابتن زي كابتن الخطيب سطورة مش بس في رئاسة النادي الأهلي لا ده أسطورة ومعشوق الجماهير رمز للكرة المصرية الخطيب في أي مكان سفير للكرة المصرية فلما حضرتك تطلع وتقول عليه فاشل ليه فاشل ليه فاشل الأهلي عمل إيه كسب الدوري من سبع جولات فاتت ليه فاشل يعني أنا عايز أفهم ليه فاشل الأهلي الثالث طورة بياخد الدوري بشكل متتال يعني إيه المشكلة أنا عايز أفهم هل في مشكلة شخصية بين حضرتك وبين الكابتن محمود الخطيب أو النادي الأهلي أنا مش عايز أدخل في الماضي والفترة بتاعت المهند بياس محمود طهل لكن حضرتك حكمت حتى على الراجل اللي لسه جاي بكفاءة وبخبرة اللي هو موسيمان مدير الفني الجنوب الأفريكي للنادي الأهلي الراجل لسه ما اشتغلش وحضرتك يازع المكان ده طب ويزعلان جدا إزاي الأهلي يروح لجنوب أفريكي أو يروح لأفريكي بشكل عام يعني وما حصلتش في التاريخ أيوة ما حصلتش في التاريخ إيه المشكلة حصل لإن بقى في راجل عنده الكفاءة وعنده الخبرة وعنده المحترم اللي يستحك هذه المكان طبعا مش أي حد يبقى مدير فني للنادي الأهلي أنا معاياك في ده لكن هو الراجل يستحك كده احنا مش جايبينه مع القهوة يعني ما كانش قاعد في جنوب أفريكي على القهوة وقلنا له تعالى ايه رأيك تشتغل شوية عندنا هنا لا ده محصلش مين كان يسمع عن سانداونز ارجع كده سبعة سنين لورا أو ارجع عشرة سنين مين كان يسمع عن سانداونز محدش يعرف حاجة اسمه سانداونز نهارد ده سانداونز بقى مرعب في افريكيا بفضل مين موسي مين عمل من فريق بقى فريق محترم ومرعب في افريكيا حصل معه على بطولات محلية كلها حصل على دوري ابطال افريكيا 2016 ومن مين من الزمار كده كسب القلي خمسة سفر عن جدار انا بقولها عن جدار مش الراجل كسب ماتش كده لا ده اداء ويعني بس عن جدار فالراجل نجح بكل المقاييس سيفي محترم وخبرة افريكية شوفها شوفناها بقى لها يعني عشان بس حضرتك تاخد بالك الخبرة دي ظهرت اوي في ماتش بقى لها تحس ان المسلمين ده كان عايش معانا بقى لها عشر سين ده الراجل عارف احمد الشيخ بيلعب فيه وبيحطه فين وعارف ده بكانه فين وعارف ده صفته ايه وعارف ده امكانياته ايه فالراجل عنده الخبرة والكفاء وبعدني لعب بقى قدام الاندال المغربية فعارف الوداد وعارف الرجاء وعارف 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 هو حضرتك عايز الشعر الاصفر والعون الخضرة هو مش هنطلع من عقودة الخواجة مش معقول يعني استاذ اسامة ده حضاك استاذنا ده انا نتعلم من حضاك النجد الرياضي انا مختلف معاك في هذا المقال تمام ويعني بعاتب على حضرتك ان انت سبقت واتهمت الكابتل الخطيب بالفشل وده غير صحيح تماما كابتل الخطيب ما فشلتش ولا مجلس الادارة فشل مجلس الادارة الاهلي وعلى فكرة انا بس مش بدافع عن الاهلي يعني حضاك لو كتب المقال ده على الزمالك او على اسماعيل او على المصر او الاتحاد برضه اختف مع حضرتك وقول له حضرتك ده مش محلة ومش توقيته كمان ما يبقى الاهلي داخل على مبارات مهمة زي دي وحضرتك تكتب مقال زي كده وراجل عنده تحدي كبير ده الراجل من ساعة مجي المسيماني اول ماتش يلاقي قدام المقاولين كسب واحد صفر وبأداء والمقاولين بقى مين ده عمال النحاس وعامل موسم ولا اروع ولا احنا من كده بعدها انبي تردها صفر واداء يلاقي البراميدز في الشوت الاول ينترد عمر السلام ويلعب بقية المباراة شوت ونصف الفريق ناقص بيلعب بقى راميدز ودافع باكتر من ناشئ وعندنا تسع اصابات في فريق الاهلي ورغم ذلك الاهلي كانت افضل ورغم ايه ده المباركة تحصيل حصل للاهلي يعني لا هتقدم ولا هتاخر في عز ان المباركة مهمة جدا لما راميدز راميدز كبير ينافس على مركز الداني وما زال لكن هو المركز اقترب بشدة من نادي الزمالك يعني قص دول الدوافع قد قوي جدا لنادي براميدز في المباراة ورغم ذلك قدر موسيماني يطلع بتعادل واداء كان افضل من براميدز ورغم انه ناقص العيد فالراجل مش كويس جدا وشفناه مبارح عمل ايه في المطر شفناه مبارح تقلق ازاي شفناه مبارح كان يعني رائع في كل شيء فتقييم حضرتك كان ظالم جدا 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 على موسيماني تقييم حضرتك الكابتن الخطيب ايضا ظالم جدا جدا بتمنى تراجع نفسك في يعني ما تسترعش معلش احدك استاذي وانا تلميزك بس يعني انا بطل من احدك ما تسترعش لان الخطأ لما بيحصل من استاذ كبير بيقى خلط برضو كبير فمقال غير موفق تماما تماما ونتمنى ان نشوف مقارات حلوة الفترة الجاية وحاجة بقى تساعد كده على ايه نبز العنف والتعصب ودعوة للجمهير الاهلي وجمعيل الزمالك والروح الحلوة لسه كنت باتكلم في الرسالة بين شوية ان احنا كلنا نشجع الانبياء المصرية في البطلات الخارجية سويا كانت بطلات عربية او بطلات الفريقية دي كانت رسالتي للاستاذ اسامة خليل هو استاذي وابشرف بذلك ولكن كنت مختلف تماما معاه في هذه المقار هرجع معاكم لماتش الاهلي في ماتش الاهلي في ماتش الاهلي مبارح وانحنا بنتفرج على الماتش من بدايته كده من معايا مين يا فريق الاستاذ الاستاذ هلال السيسي الاستاذ بلال الاستاذ بلال نقد الروادي وصديق الجميل معلش مساء الفل عليك ها استاذ بلال ايوة استاذ بلال معايا معاك مساء الفل عليك هباركي يا صديقي ايوة طب هنعاود الاتصال تاني لان في مشكلة في الصوت هنرجع لي تاني اه استاذ بلال لان في مشكلة في الصوت بتلسه بتكلم على الاهلي مبارح وبتكلم على نزول الاهلي لأرضية الملحظ انا بس عايز فيه حاجات بتبقى في الكواليس وفي صراحة انا مبارح تباعت التحليلات كلها تباعت القنوات كل تكلم طبعا عن لعيبة وتكلم على المدير الفني وتكلم على الجهز الفني والإداري وكابتن بس فيه اتنين ما تذكروش او فيه اتنين مش عايز اقول هو يعني مفيش تجاهل بس ما اخدوش حقيق الاول الكابتن سيد عبد الحفيز مدير القرى كابتن سيد عبد الحفيز عامل شغل انا باعتبره بصفة شخصية يعني كابتن سيد عبد الحفيز احد افضل مدير القرى في تاريخ النادي الاهلي ويسير على خطة الكابتن طارق سليم والكابتن سابة البطل رحمة الله عليهم فكابتن سيد عبد الحفيز عامل شغل هايل داخل النادي الاهلي حامل التزام وانضباط كل حاجة ماشية بمعايير سابتة فليه ما تشوف مبارح الايداء ده وتشوف الرجولة ده وتشوف الانضباط ده ده وراه مجود كبير قوي وراه ناس شغالة كابتن سيد عبد الحفيز احد هؤلاء في بقى حاجة تانية امين رجع لنا الاستاذ بلال السيسي صديقي الجميل بسأل فلي يا استاذ بلال نسأل فلي عليك يا معلاء ونسأل فلي على كل المشاهدة ومتابعي برنامجك على خناة صحة وجمال قبل اي حاجة مبروك لك البرنامج وبإذن الله ان شاء الله تقدم حاجة مخترمة خاصة ان انت شخص جميل وشخص مجتهد ودايما بتسعى انت تقدم مادة مخترمة يعني شكرا جدا صديقي استاذ بلال نقض رياضي كبير وصديق عزيز علي عايز طبعا اكيد تبيعتي من شوية مبارات الزمالك والرجاء الاول عايز اخد رأيك كده في مبارات الزمالك والرجاء وهل الزمالك كده بالنتيجة صعد لا طبعا احنا ما نقدرش نجز من الاهلي او الزمالك اللي تنضى ضمنه تعاهل او الصعود للنهاي خاصة انت بتلاعف ريتين خبارا ممكن يكون الوداد لم يكن في شكله المعهود ولكن النهاردة قدموا اقش جير جدا رغمه او الصعود من الزمالك فريق الشرس فريق عنيد جدا فريق بطر الدول المغرب السمادي الحذر كله الحذر منه وهو يبقى جاي مش باكي على حاجة كل هدف وكل هامول هو يحقق انها في جاية ايجابية خاصة ان المزيجة مش بعيدة وكل شيء ورد في خلص القدم فبالتالي لازم لعادة الزمالك بتتعامل مع مارش الاياب بجبدية بشكل جير جدا ما يتكنوش على فكرة اللي هم حلواش حقق لانصار فريق الارض لازم يبقى ينزلوا الماتشف بتركيز كبير على اقامل خاطفهم في الدقائق الاولى يقتوا كل امال الرغاء اوه اللي هيبقى صامح بشكل جدير جدا اللي هو يسجل مبكرا على امل اللي هو يعني يحظظ على حظوظه في التأهل احنا شفنا في اخر اه المباراة في النص نص الشوت التاني لو تلاحظ معي يا سيد بلال شفنا ضغط رهيب من الرجاء على امل التعادل فالرجاء عنده كرة سريعة وبيعرف يعمل ضغط واكيد هيجي هنا في القاهرة ما عندهش غير هدف واحد هو انه يسجل هدف عشان يرجع للمباراة من جديد الزمالك طبعا لسه كنت بتكلم شوية زي ما حاجبت قول كده احنا شفنا النهاردة ماتش كبير جدا من الرغاء في شوت التاني الزمالك كان مضغو بشكل كبير ضغط 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 قوى جدا من الفريق المغردي الباحث عن تعديل النتيجة مباراة نص النهائي ما هي إلا شوتين شوت في المغرب وتبقى شوت في القاهرة يجب على العاية الزمالك التكيز بشكل كبير خاصة ان الفريق ورغاء هي جاي مش باكي ويعدل النتيجة ويعدل الهدف عمانة قبل كده في البطولة العربية 2005 عشان كده الماتش هيبقى صعب جدا على الزمالك وعلى جماهير ومزاهم الناس متخينا من كده الزمالك ضمن استقاهل للمباراة النهائية لا استقاهل هيبقى محتاج عامة كدير جدا ويحتاج تركيز جدا من باتشيك ومن الزمالك نتمنى من التوفيق للمدن الزمالك وماتش اللي يابن إن شاء الله نتمنى النهائي كن الزمالك والأهلي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ايه راك في الأهلي مبارح والأداء اللي شوفناه مبارح بالتأكيد طبعا المسلماني مع الأهلي بقدم أداء مميز وغاية المسلماني مش غريب على القرى وفرطية قدر ينتجب كبير جدا مع الأهلي صبق أفكاره بشكل سريع جدا لكن الآن الزمالك هل شايف أنه قصر وخطى معقدته قدام الوداء بشكل جديد يمكن انتصار المسلماني على ملعبه في محمد الخامس شوفنا أنه مقطة إيجابية بالنسبة له شوفنا من الراجل جاهز من الراجل المشهد جدا وراجل كل المنافسين بشكل جيد جدا لأهلي ظهر بشكل مرائع طبعا محمد شينو كل التحية كل التأذير على الأداء الموضل اللي قدمهم برا خصصا أنك متسابس في رجل الجزاء وتحفظ على صباتك اللي عالي وتقدر أنك تتصدر رجل الجزاء بشكل رائع وإشهدك جدا على معمول أقدم أداء أكثر من الرقي وأداء رائع جدا محمد هاني عيمن عشرة كل اللي كانت تستكتوب بقدموا وظهروا شكل أكثر من ممتاز نفس الكلام هنقول على أن الأهل ما ضمنش التأهل المبرانة النهائية إن شاء الله إن شاء الله يكون الزمالك والأهل في النهائية ويكون كرنفال حلو كده نستمتع به جميعا واللي يكسب نقول له الف وبروك الأستاذ بلال السيسي الناقض الرياضي الكبير بشكرك جدا على هذه المداخلة عايز أرجع معاكم الجزيرة اللي كنت بتكلم فيها قلت إن فيه اتنين خارج الملعب أو يعني ما كانوش ظهرين قوي مبارح في منابر التحليلية والاستوديوهات التحليلية فأنا قلت الأول اللي هو كابتن سيد عبد الحافيس قلت المجود الكبير اللي بيقوم بيه كابتن التاني بقى اسطورة معشوق الجانهير أنا بحبه قوي يعني كل حلقة هكلموني بتكلم عليه كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب أنا حبيت الكورة عشانه أنا طلعت أنا صغير كده بحب حاجة الكورة كده الخطيب بيبو بيبو الله يا خطيب فالكابتن محمود الخطيب عمل ايه عشان بس فيه ناس كده فيه حاجات آآ بتعدي بالناس المباراة دي مباراة الويداد في الزهاد هي الأصعب في المشوار البطولي هي الأهم والأصعب في مشوار البطولي وبأكد تاني المباراة دي كانت تكون هي المباراة اللي ان شاء الله الاهل هيكون فيها بطل او الزمالك بطل للبطورة الخطيب عمل ايه؟ كان ممكن سهل جدا ماتش زي ده صعب يعني الكل اللي بيتكلم ممكن الاهل يتغلب واحد او تعادل او اداء مش كويس او او فيعني يروح مع المهندس طارق اندين مثلا رئيسا من البحث او المهندس خالد مرتاجي او المهندس خالد درندالي يعني اي عدو مجلس ده كان ممكن يعمل كده ويبعد هو بقى عشان ما حتش قوله ايه ده انت وشك بقى علينا وانتعارفين النغمة اللي بتطلع ع السوشيال ميديا وبعض البرامج اللي بتطلع ما شاء الله بمجرد مع اي هزيمة هوب تتفتح تتفتح يعني امبارح لو الاهل ده اتغلب امبارح كنت هتلاقي منابل اعلامية بتقطع في مجلس الادارة وبتقطع في اللعيبة وبتقطع في جهاز الفين ومسيماني مين وفريكت مين كنت هتلاقي حاجات تانية خالص الحمد لله يعني كابتن محمود الخطيب عمل ايه تحمل المسؤولية وصمم انه يطلع رئيسا للبعثة في اصعب مباراة بتقابل النادي الاهلي في مشور البطورة وهي مباراة الودان وما ادراك معا اما يطلع كابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة بعيدا عن انه رئيس للنادي الاهلي طالع رئيسا للبعثة لا هو نجمع الكرة المصرية هو سفير في الكرة المصرية في افريقيا والوطن العرب وفي العالم كبه دي بيديها ايه مش بس في عند الضيوف اللي احنا رايحين هنا عند الدولة الشقيقة اللي هي المغرب لا عند اللعيبة وعند الجهاز الفني ان اكبر مسؤول في النادي طالع معانا المباراة طالع يتحمل معانا المسؤولية طالع يتحمل معانا الضغوط طالع يقول انا معاكم ومشارك معاكم هنكسر مع بعض هنكسر مع بعض مش ههرب من المسؤولية مش هقول انا ما كنتش موجود او اللعيبة او لا دا مش موجود في الاهل كتر محمود الخطيب احد الاسلحة اللي ظهرت لعيبة الاهل بالشكل اللي احنا شوفنا تعارف يعني ايه لعيب يشوف كتر محمود الخطيب قدامه مين معانا يا فريد معانا معانا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر صديقنا الغالي المحترم الخلوك انا يعني يعني مش هنقول بحبه جدا كمان لا بعزه جدا جدا مش بس عشان الملعب والاحتراف سيرة الاحترافية الكبيرة لا عشان خارج الملعب اخلاق واحترام حاجة مفيش بعد كده معانا الكابتن محمد عبدالواحد نجم نادي الزمالك ومدرب العام ليه نادي وادي دجلة نسال فل عليك يا كابتن مصر كابتن محمد كابتن محمد كابتن محمد اخبارك ايه معانا كابتن محمد فريد كابتن محمد نسال خير نسال فل عليك ازاي حضر لك الحمد لله تمام كابتن محمد الف مبروك للزمالك الحمد لله بزعمين المباراة مهمة جدا والف مبروك للزمالك لكلهم الحمد لله نسجي ايجابي في المغرب حاجة محترمة يعني الحمد لله ايه رأيك في الاداية يا كابتن والله الاداية شطر الاولين يا رأيكة تكتيكل الحمد لله كمداء مميز قدنا نجيب جول في الاول بنشارق احفز الهدف بعد كده شط تاني ما عجبنيش الاداية لكن الهم حاجة النتيجة يعني انت عارف ان الاهل المباراة برضو ماتش الاهل المباراة عمل ضغط على الزمالك نتيجة الاهل المباراة ومكسب الاهل في المغرب عمل ضغط على الزمالك ونطلع بالنتيجة ايجابية النهاردة تاني حاجة فرقة محترمة فرقة عمضاء نصب مميزة فرقة قوية فرقة قوية جدا فرقة قوية جدا ومشوط تاني شفناهم ومشوط نشراتهم لكن الحمد لله الزمال كده يحافظ على النتيجة مش تقولاني وطلع يطلع لبرا الامان نتيجة ايجابية وان كانت مش مطبئنة عشان برضو الناس الزمالكوية ما تطمنش من 10% كورة فيها الكتير وبرضو نتيجة الاهل مش مطمنة لكن بتدير علي حاجة شوية الحمد لله اكتر حد كمتفائل نحن نروح نعمل حاجة ايجابية نحن نتعادل لنكفر المغرب وننطلع ونيجينا مطش تاني نكسب يعني الحمد لله الاهل يعمل نتيجة ايجابية لنكفر المكسبة وطون صفر والزمالكوية منابضة واحد صفر فالحمد لله يا رب للنهاية مصري على سادة القهيرة ان شاء الله والجميع المصر كلها تمتع بالنهاية كابتن مصر مبروك لنادي الزمالك والاهلي وان شاء الله نشوف الاهل والزمالك في المباراة النهائية واي منهم هيفوز هنقول له مبروك اهل زمالك بيلعب باسم مصر انا بشكرك جدا كابتن محمد عبدالواحد نجمع الزمالك معلش الوقت يعني خدمة بسرعة فأنا بشكرك جدا جدا على المداخلة اعز اقول في نهاية الحلقة عايز اشكر زملائي في فريق الاعداد فريد الصنباطي وحسام العسال وعليش حاتة وكل الزملاء موجودين في فريق الاعداد واشكر المخرج واشكر المصور كل الناس في القناة هنا بشكرهم جدا جدا الى حلقة قديمة ان شاء الله ونلتقي معكم في حلقة قديمة والسلام عليكم ورحمة الله